أكد أعضاء مجلس نواب الرفضة الكامل لمسألة التهجير أو نزوح الشعب الفلسطيني خارج بلاده كما جددوا التفويد للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومي وخلال جلسة اليوم لبحث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين أشار نواب المجلس إلى وجود تكاتف سياسي وشعبي حول القيادة المصرية التي تتسم مواقفها بالقوة والوضوح والحسم مشيرين إلى أن نظرة رئيس سيسي كانت واضحة منذ البداية نحو تعمير سيناء وبناء خمسة أنفاق تحت مجرى القناة مهما كلفت من مبالغ كلنا لاحظنا وتابعنا 75 لقاء واتصال تليفوني بين سيد الرئيس وبين قادة العالم لدعم القضية الفلسطينية تابعنا مؤتمر القاهرة للسلام تابعنا أيضا على الهواء مباشرة لقاء السيد الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي في تقليد جديد مخالف للبرتكول وذلك لطمئنة الشعب المصري ولاحظنا وشاهدنا لقاء السيد الرئيس مع المستشار الألماني وكيف كانت رؤية مصر واضحة لرفضها للتهجير أو ضغوط الدول الغربية للتهجير لسيناء مصر قدمت كثير للقضية الفلسطينية منذ مؤتمر أنشاس 1947 في 8 مليون إن شاء الله السنة اللي جاية دي هيكونوا سكنين في سيناء سكنة تامة بأراضيهم بمعاشتهم الحكومة المصرية وفرت لهم الكلام ده والناس اشترت بالفعل شؤة ودفعت مقدماتها في سيناء شباب كتير رايحين على شارة تعمير في مشاريع كبيرة تنموية بتتعمل على أرض سيناء إن شاء الله بإذن الله رأي مصر القاطع للعالم كله إن لا لتهجير الفلسطينيين أو الغزوين لقطع سيناء طلبات الإحاطة جاءت في جراء استشعار الشعب المصري ونحن معهم بصفتنا الممثلين للشعب المصري تحت قبة المظلة التشريعية بالرمان المصري في شأن الوقوف على جاهزية مصر للحفاظ على أمنها القومي من ناحية منع محاولات التهجير القصري للفلسطينيين في قطع غزة وبالتالي طلبنا دولة رئيس الوزراء للوقوف على حقيقة الأمن هذه من ناحية ناحية الأخرى أيضا كان هناك لزام أن نعرف مدى جاهزية أرض سيناء للتنمية وحجم الاستثمارات التي حدثت في أرض سيناء لخلق فرص عمل للشباب داخليا وفرق خلق منافس جديدة للإستثمار الإقليمي والدولي مصر قديمت مساعدات كتير جدا ودعت للدول كلها وزي ما بتشوف الطيارات بتيجي من كل الدول بتيجي عندها في العريش بتنزل والمصريين بيستقبلوها وبياخدوا هذه الشاحنات وبيتم التنصيق مع الجهات المختصة والمعنية ومع الأمم المتحدة عشان تدخل الأولادنا في أخواتنا لشكاة فلسطين البرلمان يؤكد على دعم القرار المصري دعم وتفويد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يرى مناسب من التدابير اللازمة للحفاظ على الدولة المصرية الحفاظ على جيشنا، الحفاظ على الأمن القوم المصري الحفاظ على حق أشقائنا الفلسطينيين في حياء منا مطمئنة الحفاظ على القضايا الفلسطينية ضرورة إيجاد حل جذري وحل حقيقي للدولة الفلسطينية وعصمتها القدس الشريف ترجمة نانسي قنقر